طيب القضية الرئيسية بالنسبة لنا هي ازاي هننزل الفصول في وسط القلق بتاعنا كلنا من جائحة كورونا فاحنا الحقيقة عملنا جدول تبادولي هنستعرضه مع بعض على مستوى كل مدرسة يحقق لنا الشيء الاساسي وهو التباعد بين الطلاب علشان الاماكن اللي فيها الكسافة عالية وده هنتابع الوزارة هتتابع دقة تنفيذ هذا الكلام وهنديكم نمرة نستقبل فيها الشكاوي ان لم يحدث هذا في مدرسة كل واحد فينا احنا عرضنا من مدة الفكرة الفكرة هي ان احنا عندنا مشكلة ان احنا مش قادرين ننازل الولاد كل ايام الاسبوع فاللي احنا بنتكلم عليه مع بعض دلوقتي ده خطة لاستمرار عملية التعلم في وجود كورونا وليست ما سيحدث في المستقبل ده مش هو التطوير اللي بنتكلم عليه ده هو الخطة اللي بنتابعها علشان نقدر ننازل الولاد وفي نفس الوقت نحافظ عليها احنا هنا بنميز بين 3 مناطق عامة منطقة التعليم الجديد اللي هي حالية من كيجي وان لجريد 3 اللي هي على الشمال دي دول لهم اولوية في الحضور فبالتالي الضوابط المعطال لكل مدير مدرسة ان احنا نبدي الولاد في السن ده لانه ما عندهمش مصادر تعلم اخرى غير العلاقة المباشرة مع المدرس عشان كده هيجوا عدد اكبر من الايام كل مدير مدرسة مفروض يحاول يخلي الحضور لأكبر عدد من الايام اذا كان يستطيع تحقيق التباعد الامن زي ما طلبنا ولكن ده مش هيحصل في كل حتة وبالتالي متوقع انه في المنطقة اللي هي من ربعة ابتدائي الحد الاعدادية الحضور هيتراوح بين يومين الى ثلاثة يام في معظم المدارس عشان مشكلة الكسافة وبيتغير مدرسة لمدرسة في السنوي هيبقى حوالي يومين في الاسبوع زي ما قلنا قبل كده كل مدرسة عدت من الستين الف مدرسة جدول سوف يتم تسليمه للطلاب وممكن الحصول عليه من المدرسة وجدول الحضور في هذه المدرسة واذا حصل اي خلل فيه تطبيق هذا هندي لحضراتكو خلال العرض اللي بنعمله دلوقتي رقم واتس ااب تم ايجاده علشان نستقبل كل ملاحظاتكو على العملية التعليمية واحنا ماشيين مع بعض السنة اول حاجة ان احنا نفكر بعض بالاجراءات الاحترازية لحماية الطلاب اثناء جائحة كورونا طبعا فيه تعليمات للاولاد نفسهم ازاي الطفل يحمي نفسه من فيروس كورونا اثناء دراسة ده موجود قدامنا من اول بقى غسيل الايدين باستمرار لتجانب وضع الايدين على الوجه لتغطية الوجه عند العطسة او الكحة عدم استخدام ادوات الغير وطبعا التواصل مع المعلم او المسؤول عند الشعور باي تعب او اي اعراض فيه نصائح تانية لأولياء الامور لحماية الاولاد من فيروس كورونا طبعا تشكيل الاولاد على الرياضة والنظافة اختيار الاكل الصحي لان جهازهم المناعي دلوقتي اصبح مهم جدا وتجنب ارسالهم للمدرسة اذا ثبت ارتفاع درجة حراتهم او اعراض اشتباه لا سمح الله وطبعا مساعدة الاولاد على اتمام بصحتهم بلياقتهم طول الوقت فيه نصائح اخرى للادارات التعليمية ومدير المدارس والمعلمين من اول تهوية الفصول الى تعقيم ادوات الطلاب تنظيف المدرسة جيدا كل يوم الحفاظ على المسافات الامنة هو الهدف الرئيسي وقياس درجة حرارة ندينا ثلاث اجهزة حرارية لكل مدرسة من ستين الف مدرسة علشان نقدر نام كده وفيه غرف عزل في كل المدارس وطبعا تذكرة الطلاب دايما بالارشادات الوقائية عن طريق الملسقات وعن طريق الحديث المباشر والحصص الارشادية في هذا الاتجاه كمان ضوابط غلق المنشآت التعليمية تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة في قواعد محددة لغلق فصل ثم مدرسة بالكامل تصعودية او مجمع مدارس او محافظة بالكامل وده منصوص في من يأخذ هذا القرار وايه الحاجات اللي لو حصلت ناخد هذا القرار وعادة هذا القرار بيكون مشترك بين التعليم والصحة على مستويات تصعودية من الادارة للمديرية للمحافظة وهكذا واحنا بنحضر العام الدراسي الجديد كان لازم غير ايام الحضور نشوف طيب هنستكمل العام الدراسي ازاي في الايام اللي موجودين فيها في البيت فاحنا كنا تكلمنا قبل كده عن انه برضو المنطقة اللي فيها نظام التعليم الجديد اللي على الشمال اللي من رياض الاطفال لحد تالتة ابتدائي دي التواصل فيها مع الاستاذ او المعلم هو السبيل الاوحد لاستمرار العملية التعليمية في هذه المنطقة لان الاطفال الصغيرين في السن ده ما يقدرش نعتمد على مصادر غير التواصل المباشر مع المعلم عشان كده هيحضروا اكبر عدد من الايام المنطقة السنوي اللي هي عليمين بقى باللون الازرق دي هنشوف مع بعض عدد المصادر المتوفر فيها ودي كل الاولاد معهم اجهزة تابلت هيتم توزيعها تابلت موجودة في كل المديريات مع عدد جنوب وشمال سينة واسوان وهيكون عندهم الاسبوع ده بحيث انه خلال اول اسبوع من الدراسة هيكون التابلت تم تسليمها لكل ولادنا في اول سنوي الافتانية او تلتة سنوي معهم اجهزتهم وهنستعرض مع بعض المصادر المتاحة اليوم ولكن المصدر الرئيسي للتعلم من ربع ابتدائي لحد تلتة سنوي هيكون تلت محطات تعليمية الاولى منهم هتشتغل يوم الحد 18 ودول لكل الناس سواء عندنا انترنت او ما عندناش انترنت سواء قدراتنا المالية تسمح او لا تسمح القنوات التعليمية هتكون هي المصدر الرئيسي وهنستعرض مع بعض شكلها هيكون عامل ازاي الا عنده انترنت هتتاح لي مصادر متدرجة حسب السن وهنشوفها برضو مع بعض في بقية العرض ده احنا كنا ورين الجدول ده قبل كده ونقدر نشوف الصف الدراسي وايه المتاح لي من هذه الادوات طبعا هنلاقي ان كل ما لسن كبر وزي من اول تلتة اعدادة الي اشهاده الى السنوية العامة المنطقة دي فيها مصادر كتيرة جدا واكبر عدد مصادر متاح للمرحلة السنوية ولكن في جميع السنوات الاخرى قنوات تعليمية تمثل عمود فقري زائد الحضور في المدرسة زائد مجموعات التقوية في المدارس لمن يريد وهيبقى فيه مصادر رقمية لمن عنده قدرة على الوصول اليها ولكنها ليست اجبارية لاننا نعلم ان مش كل الناس عندها القدرة دي الخبر الجديد ان احنا هنعمل منصة او موقع الكتروني ويب سايت اسمه منصة التعليم المصري او education hub هنقول لحضراتكم عن الرابط بتاعه ده هيفتح يوم الاحد 18 اكتوبر الفكرة منه انه موجه لتلات مجموعات الطلاب والمعلمين واولياء الامور اول ما هنخش هنا في هذا الموقع هو بيسأل بس عن الاسم عشان يوجه لنا الكلام لو انا اسمي يوسف هيقول لي ازاك يوسف باب الدفء يعني في الحوار انما الفكرة منه انه بيدي دليل لأولياء الامور بيدي دليل للطلاب دليل للمعلمين في هذه السنة الاستثنائية هذا الموقع هنبقى فيه معلومات عن كل الحاجات اللي بنتكلم عليها عشان تبقى كلها في مكان واحد ومنتوهش بين روابط مختلفة يعني قناوات تعلمية خشي لها ازاي جدوة الحصص فين المكتبة الالكترونية ادمودو اه منصة بس مباشر اسأل معلم دروس الالكترونية كتب كل ده هنلاقيه هنا حتى درشدات لقائية هذا الموقع هينطلق يوم حتى 18 اكتوبر يوم الحد ان شاء الله وكمان عملنا كول سنتر او مركز الالكتروني لتلقي الشكاوي من اي تليفون على رقم الواتس ابل موجود على الناحية الشمال قدام حضراتكو ياريت نسجل الرقم ده الرقم ده هيستقبل اي استفسار او شكاوي او طلبات من 9 صباحا ل5 مساء فاتمنى من الجميع بما في ذلك الطلاب واولياء الامور والسادة الاعلاميين ان هما يبعتوا الاستفسارات الى هذا الرقم اللي وراه جيش من الموظفين في الوزارة اللي هيردوا في تخصصات مختلفة من 9 صباحا ل5 مساء واذا اقتضى الامر انهم يكلموا صاحب الشكوى هيعملوا كده فنتفادى ارسال هذه الامور الى الارقام الشخصية لقيادات الوزارة او لاي مكان اخر فاحنا عاملين ده لشان نساعد الجميع في ان احنا نحصل على خدمة ممتازة من غير مجد